اشتركوا في القناة الثلاثة القمر ما زال موجود في الحمل ورح يبقى في الحمل تقريبا لساعات ما قبل العصر او عند العصر تقريبا في بعض الدول وبعدين بنتقل لبرج الثور رح يكون متواجد اغلب النهار في منزلة الثورية منزلة جيدة بتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لاظهار اي شيء يعني اسرار او عيوب او خصوصية او انك تيجي تستعمل من حد على شغلات جواك او اسرارك ما بتنفع مناسبة للسر ولا الكتمان ولا اخفاء الامور تأثير القمر لما بكون في برج الحمل على كافة الابرج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر من مشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور ايضا ويجب ان نحذر اكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هذه الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في المتاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لا هيك اشي وادخال تعديلة على قصة الشعر واقامة حفلة ما هسا بيجي واحد بقول لك وين نقيم حفلة واحنا محبوسين وهي كورونا وهي مش عادة حفلة في الدار لمة قعدة شلة انت واهلك انت وولادك انت وحالك لمة مش شرط يعني قامت حفلة طبل وزمر وعرص وناس اللي تم عليه اما بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية رح تكون خلال هذا النهار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 12 و43 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو في تمام الساعة 3 ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينيج تدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي هاي بعدها بصر خلو المسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 7 و16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيحقق البعض يعني تقدم على حساب الاخرين بعدها مباشرة بصير في خلو المسار خلو المسار هذا بيستمر من الساعة 7 و16 دقيقة صباحا وبينتهي في تمام الساعة 1 و36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج حساب يجي واحد بيقول لك لا واحدة و36 دهرا بالنسبة للاردن بتكون عصرا بتكون الساعة 3 و36 عشان هيك بقول عصرا هاي في فترة خلو المسار تعني هاي الفترة المذكورة انها ما بتصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار على الساعة 1 و36 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج القمر بيكون انتقل لبرج الثور بشكل اول زاوية تتشكل بعد خلو المسار هذا بعد انتهاءه هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 2 و15 دقيقة بعد العصر منواجه بمصاعبنا وعراقيل بتتطلب منا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ وبيفتقر البعض للشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب للماضي بدل من مواجهة الحاضر وبالنسبة للقمر بما انه رح يكون استقر في برج الثور يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم 28 ثلاث ببدأ في تمام الساعة 11 و4 دقائق مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 31 و38 دقيقة فجرا يعني هيك بنحسب انه هو ببدأ يوم 28 وبنتهي يوم 29 لا ينتقل بعدها القمر الى الجوزة طبعا عمر القمر القمر الهلال الجديد يومين وفي تمام الساعة 54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يصبح ثلاث ايام نسبة الاضاءة ثمانية في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتحركاتها للفترة القادمة الشمس في الحمل حتى 19 أربعة مزاجها سعيد اليوم القمر في الحمل وبعدها ينتقل للثور حتى يوم 29 ثلاثة المزاج ممتزج عطارد في الحوت حتى يوم 11 أربعة المزاج ممتزج الزهرة في الثور حتى ثلاثة أربعة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج ممتزج المشتري في الجدي حتى أربعة عاش خمسة وبعدها يبدأ عملية التراجع المزاج ممتزج زحل في الدلو حتى 11 خمسة وبعدها يبدأ عملية التراجع المزاج ممتزج أورانوس في الثور حتى خمستاش ثمانية وبعدها يبدأ عملية التراجع المزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى ثلاثة وعشرين ستة وبعدها يبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوته في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين ببدأ عملية التراجع مزاج وممتزج وطبعا أنا لما بحكي التوقعات توقعات اليومية أو توقعات الشهرية أنا بحكي عن برج وعن طالع يعني اسمع برجك واسمع طالعك اللي بتشوفه غالب عليك أكثر اللي بتشوفه هو بتحكم فيك أكثر أو تأثيراته عليك بواضحة أكثر هو اللي اتبعه ده تسمع طالعك لحال واسمع بدك تسمع برجك لحال واسمع بدك تسمع الاثنين وهو الأفضل عندي برضو اسمع وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل بما أنه القمر راح يكون موجود في عندكم في المنزل الأولى فمعناته أنتو نشطون مع هيك ما تبدروا لأي عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل في ساعة العصر بصير يوم بيحمل معاه فرص مالية وممكن تهتم في الأمور المالية وممكن تكون في مفاجأة تحدث نوع من أنواع التغيير أو التحسين على ميزانيتك بتنشط هذا اليوم بالاتصالات والزيارات بده يجي واحدة سيقول أي زيارات ما احنا قاعدين عمي أعتبر حالك ساكن أنت فوق وأهلك ساكنين تحت يعني أنت في طابق وأهلك في طابق بتنزل عند أهلك هاي زيارات بتهتم لترويج لخطة أو للقيام بزيارة بتعالج مساء الإدارية وتنمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية أما بالنسبة للخارطة الفلكية فالبيت الأول بيت النفسية شوي بما أن القمر موجود عندك يعني ما كان بالقوة ما شعرت بالقوة الكبيرة ولكن أنه مزاجك نقدر نقول أنه كان معتدل ولكن في ساعات الظهر بتبلش تحس بطاقة كبيرة صارت على الوضع وبتحس أنه في نوع من أنواع النشاط وفي الإيجابية صارت عندك أما بالنسبة للبيت الثاني كما ذكرنا هو اهتمامات مالية ممكن يكون في نوع من أنواع الضغط ولكن أنه في ساعات تقريبا الصباح بتبلش تختفي هذه الأمور أو تقل من ضغوطات مالية أو أشياء زي هيك ممكن تفكر في مسائل إدارية أو تمولية أو أمور الهلاقة بفرص مالية أو عملية استقدام أو طلب مساعدة من أشخاص بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأقول لك أنا الأمور جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالتنقلات بالاتصالات بالأمور اللي إلها علاقة بالحركة والنشاط بالنقاشات بالأمور اللي إلها علاقة بالبحوث أو بالدراسة أو بالأمور اللي إلها علاقة بالحركة يعني ممكن تلعب رياضة أو تعمل تمارين أو ترقص أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع وهو الأقوى بين البيوت هذا النهار فبلاقي أن التركيز اليوم عالي جدا على مستوى البيت ممكن هو نوع من أنواع التفقد أو نوع من أنواع الاجتماع العائلي أو الاهتمام في مسألة معينة أو خبر سعيد ممكن يجي لبعض موليد الحمل مثل مفاجأة سارة حمل عند مثلا بنتك عند مرد ابنك يعني أشياء العلاقة في فرح معين بصير داخل البيت في أشياء إيجابية ممكن يصير على مستوى دعم مفاجئ للمنزل أو أحد أفراد العائلة ممكن يدعم بشيء مميز أو يفاجئك بعمل مميز رح يكون فيه اهتمام لبعض موليد الحمل بينهم يدخلوا المطبخ ويبتبكروا نوع من الطبخات أو الأكل أو أنه يبدأ بعمل شيء جديد غريب عجيب أو أنه يبلش هو بده ينجز شيء له علاقة بالمطبخ في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالصيانة أو بالترتيبات أو بالأمور اللي إلها علاقة بالتنظيفات أو الاهتمام بالعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى البيت الخامس فبتدعمك بمرحلتين المرحلة الأولى بتدعمك بالعاطفة بشكل قوي جدا فاليوم ممكن تتواصل بشكل رائع مع الحبيب ممكن أنه تذكروا مواقف إيجابية فيكون فيه انبساط وفرح ما بينكو وممكن برضو يكون تجربة حظ في خطوة معينة فبتلاقي أنه الحظ بصف بأبوغف لجانبك خلال هذا النهار فعشان هيك الأمر إيجابي على المرحلتين إن كان عاطفيا وإن كان على الحدود أما بالنسبة للبيت السادس فبلاقي أنه اليوم فيه نوع من أنواع الاهتمام العلاقة بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المنزلية أو ممكن أنت وانت في بيتك تكون أنت بتعمل بعملك من خلال الإنترنت مثل شركات كثيرة الآن بعملوها عمل منزلي وفيه أشخاص على رأس عملهم يعني لسه بدوموا أو بشتغلوا حتى مع الحجر هذا فيه ناس لسه بتطلع على عملهم رح يكون العمل مميز بالنسبة لإنهم خلال هذا النهار وممكن يحققوا أنت النتائج جيدة أما بالنسبة لوضع الصحي فاليوم الوضع الصحي أحسن من الأيام اللي مضت مشحون بطاقة عالية جدا ممكن بعضك بس اللي عندهم أمراض عضوية يحس ببعض الإرهاق أو التعب أما بالنسبة للبيت السابع فبلاقي أنا في نوع من أنواع الحدية في الطباع في التعامل مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفة وقلنا أنه شريك العاطفة غير عن الحبيب فعشان هيك الحبيب اللي هما قبل الزواج الشريك اللي هما بعض عقد الزواج فمنلاقي في نوع من أنواع الحدية في الطباع أو في التصرفات أو ممكن تتذكر موقف معين أو خبر معين فتحتد وتشطات غضب أو ممكن أنه يستفزك في كلمة فتتحسس أنت فيكون عندك ردة فعل عنيفة حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان وما تستسلم لا الاستفزازات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور لغاية ساعات الصبح تقريبا بتكون رائقة هذه على الأمور المالية المشتركة ولكن بصير عندك نشاط قوي جدا من ساعات الصباح حتى ساعات المساء بقوة هائلة جدا إما بطلب دعم معين أو مساعدة معينة أو المطالبة بعض الاستحقاقات لإلك أو ممكن تحصل على بعض الأموال اللي إلها علاقة بأموال بتعود لك بس كان صعب جدا أنك أنت تحصلها بخلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على كل شيء إلها علاقة بالسفر اتصالات دراسة بحوث امتحانات امم مراسلات اتصالات مع أشخاص خارج البلاد البحث في أمور لها علاقة بعلم جديد أو في الفلسفي أو في الدين أو إلها علاقة في لغة جديدة مثلا أنك تحضر أفلام إلها علاقة بالخيال العلمي أو بالأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو الرحلات أو المغامرات كلها هاي الأمور ممكن تظهر من الباب التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور بتظلها ماشي خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم بتظل الأمور ماشي معهم بشكل إيجابي حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح لساعات الظهر تقريبا أو بعد الظهر بشوي بصير في نوع من أنواع الاستفزاز والحدية لدرجة أنه بتوصل لمرحلة أنه ممكن أنت تختلق مشكلة أو يستفزك أحد الزملاء أو أحد رؤسائك بالعمل فاثتور ثورة عارمة لدرجة أنه أنت ما تقدرش تسيطر على حالك حاول أنك أنت تمسك عصابك قدر الإمكان لأنه ما فيه داعي للعصبية في هيك أجواء أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه حتى فيه نوع من أنواع الحدية في نفس الوقت اللي هو من الساعة تقريبا من ساعات الصباح لساعات ما قبل العصر بشوي مع الزملاء أو مع أحد الأصدقاء أو أحد المعارف عشان هيك شوي ممكن أنت باتصالاتك تتذكر شيء معين فتعصب أنت أو تستثار منه فممكن أنه يصير فيه نوع من أنواع الهجوم فحاول أنك تمسك عصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا بقول بيت المتاعب ضاغط بشكل يعني ما بدنا نقول قوي جدا ولكن فيه إلو ضغوط موجودة بيضغط على الأشخاص لدرجة أنه بحسوا في بعض الأوقات أنه عندهم نوع من أنواع الكسل أو الملل أو نوع من أنواع الارتخاء أو أشياء لها علاقة بالإحباط أو بعض الأوجاع خصوصاً اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يحسوا ببعض الأوجاع اللي لها علاقة بالرأس بشكل مباشر فعشان هيك أسنان جيوب صداع عيون أشياء من هذا القبيل فحاول قدر الإمكان أنه أنت تواقي حالك وحاول أنه أنت تأخذ أدويتك بشكل منظم حاول أنه تراقب نفسك ونشاطك وحاول أنك تأخذ لك شوية قسط من الراحة خلال ساعة النهر مرج الثور بيظل التعب مسيطر عليكو حتى ساعات العصر لأنه القمر موجود في بيت المتاعب أو ما قبل ساعات العصر بشوي وبعدين بتحس أنه صار في عندك نوع من أنواع الثقة بالنفس وبيصير في عندك نوع من أنواع النشاط أهم شنكو تبادروا بخطوة جديدة بتدعم مركزكم الإجتماعي القمر بيجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية يعني الجو شوية هي بدعمك باتجاه أنك تبذل شوية جهد عشان تسوي نوع من أنواع المصالحات أو نوع من أنواع التفاهم يعني تعتبر الفترة هاي فترة جيدة بالنسبة للكم وفيها نوع من أنواع التشجيع أو تقدر تأخذ لك مبادرة معينة أو شيء معين وطبعا بما أن القمر راح يكون موجود في بيت المتاعب وفي بيتك الأول فمنقول بيتك المتاعب هو ضاغط فعشان هيك بتحس ببعض الإرهاقات أو ببعض التعب إلو علاقة بأمور بالأمعاء بالقولون إسهل مثلا أو ألام مغص ألام في أسفل الظهر بالمفاصل تحت الحوض أو ممكن شوي في المناعة طبعا لما بقول مناعة مش معنى مناعة نروح على كورونا لا مناعة يعني رشح بسيط فلو أنزى أشياء من هذا القبيل ما تدخلوا في أمور الوسوسة خلوا الوسوسة على جنب بدنا شيئا أسا وبالنسبة للبيت الأول ذكرنا أن القمر لما ينتقل اللي هو مع خلو المسار مع ساعات الظهر ما بعد الظهر للعصر بيصير في نوع من أنواع النشاط الملفت للانتباه عندك هو حب للتواصل والظهور أما بالنسبة للبيت الثاني فبتكون فيه نوع من أنواع الضغط أو التفكير أو الأفكار الكثير اللي إلها علاقة بالأمور المالية قبل الليل لغاية الصباح يعني حتى فيه ناس ممكن يصير معهم نوع من أنواع الأرق لدرجة أنه ما يعرفوش يناموا من التفكير أو كيف الالتزامات أو الوضع المادي أو كيف دع حسن الوضع المادي أو رح يجيني شيء ولا لا لغاية ساعات الصباح بعدين فيه إشي ممكن يصير نوع من أنواع المساعدة أو المفاجأة أو رد أنت بتنتظره إلو علاقة في الأمور المالية فبساعدك بشكل جيد وبدعمك بشكل جيد أو بفرحك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بكون فيه عندكو كثير من النشاط والحركة اللي بتتعلق فيه الشخصية أو اللياقة الجسدية فبكون عندكو كثير من الأمور اللي بتطلب منكو ذهم وذهنكو صاحي جدا لدرجة أنه اليوم تقدروا تناقشوه أو تبحثوا أي أمر أو تناقشوا فيه أي مسألة أو ممكن بعضكو خصوصا الطلاب المدارس ينشطوا في أمور العلاقة بالدراسة أو البحث العلمي أو عمل مشروع معين فيه نوع من أنواع الاهتمام بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات برضو بكون جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيت البيت بنشوف أن الأمور بتكون جيدة خلال ساعات النهار الأمور آمنة وفيه نوع من أنواع الود أو النوع من المشاركة المنزلية فيه نوع من أنواع الابتكارات أو النشاط أو العمل المنزلية المهمة مثل تزبيطات وتصليحات وترميمات وطبخ واهتمام بالأكل وأشياء مثل من هذا النوع والاهتمام بالعائلة والأجواء العائلية أو أفراد العائلة بشكل كامل ولكن في ساعات المساء ممكن يجيك خبر صار جدا من أحد الأبناء أو أحد أفراد العائلة يسعدك بشكل جيد أو يدخل الفرحة لقلبك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور الروتينية تماما ما فيه لا إيجابية ولا سلبية في طريقة التعامل مع الحبيب هذا البيت العلاقة بالحب وإله إعلاقة بالحظ فهو فارغ تماما لا حظ فيه لا إيجابية ولا سلبية فبتتعامل معه بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي عرأس عملهم أو في بيوتهم أفكارهم كثيرة بتكون في أمور إلها أعمال بالأعمال أو الأشخاص اللي بيعملوا من خلال المنزل عن طريق شبكة الإنترنت برضو بيكون عندهم نشاط عالي في أمور العمل بيقدر ينجزوا كثير من الأعمال خلال هذا النهار وأعمالهم بتكون ميسرة فيه نوع من الاهتمام برضو بالوضع الصحي أو المراقبة الصحية إلكوا أو لبعض الأشخاص المقربين لإلكم أما بالنسبة للبيت السابع فهنا شوية حدية ممكن تصير ما بينك وبين الشريك الشريك العاطفي أو شريكك في العمل وشريك العاطفي والنزوج أي شخص متزوج أو فيه عقد ما بينك وبين الحبيب يعتبر هذا عقد شراكي فعشان يكي بتصير نوع من أنواع الحدية أو ردات الفعل السريعة أو نوع من أنواع الغضب من كلمة من تصرف من ردة فعل معينة من تقصير من خبر قديم من موضوع قديم بنفتح اليوم فبيثير حفيظة الشريك لدرجة أنه ممكن تصير من خلالها سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الثامن فمنلاقي أنه في بعض الأمور اللي إلها علاقة بأخبار إلها علاقة في الدعم المالي أو المساعدة المالية أو صرف بعض المستحقات المالية اللي إلك أو ممكن يجيك بعض الفلوس بطريق الهبة أو المساعدة أو الدين أو ممكن تلاقي مخرج معين لأمور مالية خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف أنه اليوم في نوع من أنواع النشاط العالي جدا بأمور إلها علاقة بالاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بأوراق قضائية أو الاهتمام بجلسات قضائية طبعا في الأشخاص اللي ما عندهم حضر تجول في منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أو ثقافة أو لغة جديدة أو الاهتمام بأمور دينية أو فلسفية أو إنسانية وفي منكم ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أن الأمور ممكن يصير فيه نوع من سوء التفاهم خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم مع المؤسسات الكبيرة أو المؤسسات الحكومية ممكن يصير فيه ساعات الظهر بين الظهر والعصر فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية بمواجهة بينك وبين أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل تحتد وتعصب لأنه ممكن يكون الأمر مش على زي ما أنت بتتوقع فيصير فيه نوع من أنواع الضغط عليك فأنت تفقد السيطرة على نفسك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو فارغ تماما على مستوى ببيت الأصدقاء والعلاقات العامة فبتتعامل أنت بشكل ودي مع الأشخاص اللي أنت بتعرفهم ولكن أنه روتيني يعني فيه أشخاص منك ممكن يتواصلوا فيه أشخاص منك ممكن ما يتواصلوا مع أصدقائهم خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات أنه هي لساعات العصر وبعدين القمر بيجي لعنكم بيدعمكم بشكل جيد برج الجوزاء بيظل في نوع من أنواع الاهتمام بموضوع العلاقة بالأصدقاء لغاية ساعات العصر طبعا مش معنى الاهتمام بالأصدقاء يعني أنا بقول لك لقاء مع الأصدقاء في دول ممكن لقاء مع الأصدقاء في دول اهتمام ممكن اتصالات أو مشورات أو الاهتمام بقصة صديق لا إلك أو بموضوع بتعلق في بعض الأصدقاء أو المعارف وممكن نوع من أنواع التواصل عبر الهاتف وبما أنه ضاغط البيت هاد فما نقول لا إنه ممكن يكون موضوع أزعجك من تصرف بعض الأصدقاء فهذا الموضوع بيأرقك وبيخليك يطلقك تفكر فيه أو بطريقة الرد المناسب على هذا الصديق ولكن من ساعات العصر عصر هذا اليوم شوي بتكون ديروا بالكوا عحالكوا ما تبالغ بجهدك الجسماني إنجز ما بوسعك من عمل متراكم بدون إهمال صحتك ما تراهن على الحضوض ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك الأفكار شوي بتكون مشوشة والظروف مخيبة لأنه القمر متقل بيت متعبك فعشان هيك رح تشعر في هاي الأمور اللي إحنا بنحكيها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه يعني النفسية بتظلها جيدة لغاية ساعات العصر ولكن بعد ساعات العصر بصير فيه نوع من أنواع تعكير المزاج عندك لدرجة أنه أنت بتكون محتد وعصبي أو قلق أو لا مبالي حتى فيه نوع من أنواع الاهتمام بمسألة معينة والقلق باتجاهها لأنه مش ظابطة معك بشكل محدد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور بتظلها لغاية الصباح فيها نوع من أنواع التفكير في الأمور المالية أو التغييرات المالية أو الضغوط المالية أو الأفكار المالية ولكن من ساعات الصباح فيه خبر معين بتعلق في أمور المال ممكن يجيك نوع من الدعم نوع من تحقيق المستحقات تحتك أو استردادها نوع من أنواع العمل التطوعي اللي ممكن من خلاله تصل لأشياء لها علاقة بالأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا بقول لك أنه اليوم عندك نشاط عالي جدا فكري وجسدي واليوم عندك اهتمام عالي في أمور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات في منكم ممكن يهتم في أمور الها علاقة بالهواتف أو بالسيارات أو مثل شراء هاتف أو استبدال هاتف أو صيانة هاتف أو مثلا سيارة شراء سيارة تصليح سيارة من هذا النوع وفي منكم ممكن ينشط باتصالات عالية جدا أو مناقشات أو أمور الها علاقة بالدراسي والبحث العلمي وفي بعضكم ممكن يهتم بأمور الها علاقة بأخ أو بأحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد اليوم على كل الأمور اللي لها علاقة بالبيت بتصليحات تزبيطات ترميمات نشاط داخلي داخل البيت المطبخ نظافي يعني من هذا النوع والاهتمام بأفراد العائلة الأبناء والإخوة الأب الأم فيه اهتمام معين في هاي الأمور وفيه منكم ممكن يهتم في البيت ككل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور يعني شيئا ما مستقرة على المستوى العاطفي فيه نوع من أنواع الاشتياق أو التواصل أو أشياء لها علاقة بالمعني بين الروتين بين التواصل الإيجابي ولكن ما فيه أي أمور سلبية على المستوى العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فلغاية ساعات الظهر بيكون فيه نوع من أنواع التعب أو نوع من أنواع الإرهاق أو بعض الأوجاع أو الأشياء العابرة حاول أنك أنت تريحها لك شوي في ساعات ما بعد الظهر بتصير الأمور بشكل إيجابي جيدة ممكن أنك أنت يصير فيه عندك نوع من أنواع النشاط ولكن لا تنسى أنه يعني القمر رح يكون في بيت المتاعب فممكن أنه يضغطك شوي صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الشراكة من ساعات الظهر أما ما قبل الظهر بيكون فيه نوع من أنواع الضغط ممكن شوية مشاكل أو سوء تفاهم بينك وبين الشريك ولكن تنقضي هاي الأمور مع ساعات الظهر تقريبا أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني فيه نوع من أنواع الأفكار أو التفكير في أمور تحسينية أو أمور الحصول على دعم أو بعض الأشخاص يساعدوا فيه أمر معين إلى علاقة بالمال ممكن أموال تيجيك عن طريق شريك أو شراكي ممكن أنها تدعمك في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع ففيه نوع من أنواع الأفكار فيه أمور تطويرية أو تطوير مرحلة معينة أو شيء معين ممكن بحث أو دراسي أو نوع من أنواع الاتصالات الخارجية أو الاهتمام بأمور علمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالبيت العاشر يعني هذول الأشخاص اللي لسه على رأس عملهم مع المؤسسات الكبيرة ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط في ساعات الظهر يعني يحتدوا أو يعصبوا بسبب إجحاف أو بسبب ضغط معين أو نوع من الخلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل ويتكونوا تحاولوا شوي تمسكوا أعصابك ما تحاولوا تفاقموا الأمور أما بالنسبة لبيتك 11 و 12 فذكرنا اللي موجود فيهم القمر في بداية التوقعات برج السرطان حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل مين ناس ستقول لك أحنا بنعمل إيش إحنا قاعدين في البيت لا هو حتى لو عمل منزلي يعني حاول إنك أنت تنجزه أو أعمال تدار من المنزل ممكن أنت تنجزها والأشخاص اللي على رأس عملهم يعني ما تأثروا أو ما بقدروا يتغيبوا عن عملهم حتى في ظل ظروف هاي برضو بدهم يحافظوا على أعمالهم وممكن إنه يصير فيه نوع من أنواع التعاون ولكن أنا شايف إنه فيه نوع من أنواع الحدية بالطباع ممكن يصير فيه نوع من أنواع الإجحاف لبعض الأشخاص أو الضغط على بعض الأشخاص في أشياء العلاقة بالدوام فيصير فيه نوع من أنواع العصبية في التعامل مع زملائهم في العمل أو رؤساهم في العمل أما في أشخاص بحذرهم من أي تهور أو مغامرة أو يعني محاولة غير مدروسة فممكن يكون فيها عواقب كبيرة أهمش أنك ما تخالف القوانين وما تعمل أي شيء مشبوه في هذا النهار أما في ساعات ما بعد العصر بصير في نوع من أنواع التواصل والاتصالات اللي إلها علاقة بالأصدقاء وممكن يفاجأك أحدهم بتصرفاته أو طلباته وممكن ترافقك في خلال هذا اليوم نوع من أنواع الرياح المؤاتي رغم كل الضغوط أهم شيء أنك تحاول أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد من شخص معين وفترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك يعني إحنا نحكي عن البيت العاشر والبيت 11 أما بالنسبة للبيت الأول فالبيت الأول نفسيا أنت شيئا ما جيد ولكن أنه برضو في نوع من أنواع الضغوطات النفسية الموجودة عندك يعني بتضغطك بشكل سلبي فعشان هيك يعني بتقلب نزاجك إلى هذا النهر أما بالنسبة للبيت الثاني فلغاية ساعات الصباح الأمور يعني كلها قلق وأفكار وترتيبات ولكن بعد ساعات الصباح الأمور بتصير جيدة وممكن يجيك خبر إلو علاقة بالدعم المالي أو المساعدة المالية أو بعض الإنفراجات المالية أو ممكن تهتم في بعض الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الاهتمام بالمنزل اليوم أما بالأعمال أو بالنشاط أو بالتصليحات ترميمات أشياء لها علاقة أي شيء له علاقة بالبيت ممكن تواصل مع أحد أفراد العائلة أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف أنه فيه نوع من أنواع الضغط عليك من ناحية عاطفية أو من ناحية الحدود فعشان يكي لغاية ساعات الظهر تقريبا بيكون فيه نوع من أنواع التوتر عندك أو الغضب أو العصبية أو ردات الفعل العصبية حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان ممكن يصير فيه نوع من أنواع الحدية برضو مع قسم منك مع أبناؤهم من تصرفاتهم أو ردات فعلهم أما باقي النهار بيصير روتيني ما فيه أي مشاكل وبترجع الأمور وبتهدأ أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل جيد بتقدروا تنجزوا من الأعمال اللي عندكو اليوم بشكل جيد إن كانت الأعمال هاي منزلية أو للأشخاص اللي على رأس عملهم أو الأشخاص اللي بيعملوا شغل مكتبي أو شغل إنترنت أما بالنسبة للبيت السابع فضاغط طويلة النهار على مستوى التعامل مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة ففيه نوع من أنواع الحدية في الطباع أو التصرف ممكن تحتده أو يصير فيه نوع من التحسس من تصرف أحد الشركاء فتحتد وتعصب أو يثير حفظتك هذا الموضوع فتروح إلا أنت عامل مشكلة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور المالية هي اللي تقريبا بتشغل معظم موليد برج السرطان فعشان هيك فيه نوع من أنواع الأرق في عملية ترتيب بعض الأمور خصوصا الأموال اللي ما بتعود لألكم يعني اللي هي بتيجي على شكل نوع من أنواع الدعم أو المساعدات أو من الشريك فممكن هاي تكون معطلة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أن الأمور على مستوى الاتصالات يعني مني قدر نقول أنها هي شبيهة بالروتينية ولكن في بعضكوا يعني بيعمل اتصالات كثيرة خلال هذا النهار مع أشخاص خارج البلاد أو أشياء لها علاقة بالمراسلات أو إيميلات أو أشياء لها علاقة بالاطلاع على أشياء علمية أو مراسلة أشخاص إلها علاقة بالأعمال أو المؤسسات التعليمية أما بالنسبة لبيت العاشر والإحداش ذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت متاعبك فكل الضغوط اللي أنت كنت تحس فيها في اليومين الماضي اللي بتضغط على المستوى الصحي ممكن في ساعات الظهر تخف شوي ولكن إنها بتظلها موجودة فعشان هيك الأشخاص اللي عندهم مشاكل في التنفس أو القصبات الهوائية أو عندهم نوع من أنواع التحسس هذول أكثر أشخاص بدهم يديروا بالهم خلال هذا النهار واليوم القادم أو الأيام القادمة لأنه في ضغط رح يصير على هذه المنطقة بالذات وممكن مع الغبار أو مع الأجواء تتفاقم الأمور فعشان هيك بدهم يتواقوا ويديروا بالهم برج الأسد يعني بتظل الأوضاع كما كانت عليه في اليومين السابقين وخصوصا بالأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو الاهتمام بأمور العلاقة بالدراسة أو بمواضيع خارجية لأمور تتعلق بتجميد الحال على مستوى السفر أو الأمور اللي إلها علاقة بالبحوث العلمية أو الدراسات الجامعية كلها هاي الأشياء هي اللي بتشكل أو ببهكل همها موليد برج الأسد بالفترة الحالية في ساعات العصر بتتغير الأمور بيصبح فيه نوع من أنواع تركيز على أمور إلها علاقة بالعمل أو تعديل على الأعمال أو على أمور تتعلق بأمور العمل بوسعكوا إثبات الجدارة أو جدارتكم للمسؤولين وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم اللي ما تأثروا من هذا الحجر ولسه على رأس عملهم الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني وعلى الصعيد الاجتماعي ممكن يصير فيه قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم إش إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام إجمالا هو صعب فعشان يك القمر بتنقل من التاسع بيتك التاسع لبيتك العاشر أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور يعني بضره تينية لغاية ساعات الظهر تقريبا بعد ساعات الظهر بصير فيه نوع من أنواع النشاط أو الإجهبية على المستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية هي اللي ظلت العائق أو الأزمة اللي أنت بتعاني منها خلال هذا النهار وهي أكثر إشي أنت بتفكر فيه خلال هذا النهار فرح يظل هذا الموضوع من أرقك تقريبا لساعات العصر بعد ساعات العصر ممكن تجد الحلول أو تبدأ في ترتيب أمور إلها علاقة بحلول للوضع العام أما بالنسبة للبيت الثالث فهذا بدل على النشاط الفكري وعلى الحركة وعلى الاتصالات وعلى المواصلات على أمور إلها علاقة بالنشاط الذهني بالنقاشات بالجدالات بيقناع الأشخاص بوجهة نظرهم والأطفال اللي عندهم دراسة أو عندهم اهتمام بأمور الدراسة بيهتموا بشكل جيد خصوصا الدراسة المنزلية بيكون عندهم إنجازات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع ففي نوع من أنواع الابتعاد عن الأجواء العائلية أو الالتزامات العائلية شوي هي بتأرقك فعشان هيك بتحاول أنك أنت تبعد قدر الإمكان على اساس أنه ما تنفعل وما تثور وما تعصب من أي ردة فعل أو من أي تصرف ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاهتمام لبعضكم بأحد أفراد العائلة صحيا ابن أخ أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه فارغ تماما من الحدود لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر يعني شوي بيصير فيه نوع من أنواع البوادر الجيدة ممكن تتواصل من خلالها مع الحبيب أو يكون فيه نوع من الاهتمام بالأحبة أو بشيء العلاقة بالجو المريح أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي على رأس عملهم هم اللي رح يكسبوا من هذا البيت أكثر اهتمام بالأعمال والإنجازات واللي ستات البيوت اللي في بيوتهم عندهم كثير من الأعمال والنشاطات المنزلية اللي علاقة بالترتيبات أو التصليحات أو الاهتمام في أعطاء المنزلية على المستوى الصحي تقريبا من يقدر نقول أنه شيئا ما إيجابي يعني قلة قليلة من موليد برج الأسد ممكن يشعره في بعض التوعوكات الصحية خلال الفترة هاي هي توعوكات عابرة إلها علاقة إما بأمراض مزمنة أو إلها علاقة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعضلات أو بالأمعاء وفي أشخاص ممكن يحسوا بذية نفس أو أشياء إلها علاقة بالصدر أما بالنسبة للبيت السابع ففي نوع من أنواع الحدية في التعامل ما بينك وبين شركاك بالعاطفة وبالعمل فممكن تنفع لو تحتد لأي تصرف أو لأي كلمة لأن حساسيتك علي جدا فممكن أنك أنت الثور من أي شيء حاول أنك أنت ما تعصب وما تكون حساس زيادة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا يعني الأمور يعني لسه ضغطة على الأمور الأموال اللي ما بتعود لك اللي هي المساعدات أو الأمور اللي فيها نوع من أنواع الدعم ولكن في ساعات العصر تقريبا ممكن يجيك بشرة لأمر معين أو خبر معين إلو علاقة بدعم أو مساعدي أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر فذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الحدية مع بعض الأصدقاء بردات الفعل ولكن من ساعات الظهر بتبلش الأمور إيجابية ممكن تتواصل مع بعض الأصدقاء أو مع بعض المعارف لمساعدة أو للمعاونة أو لطلب الحاجة يعني أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه في ضغط خفيف جدا فعشان هيك حذرت أنا خصوصا لأشخاص اللي عندهم مشاكل تنفسية من الغبار ومن الضغوط النفسية ومن الأمعاء حاول أنك تراقب غذائك بشكل جيد تأخذ أدويتك وتأخذ قصد كافي من الراحة برج العذراء طبعا بيظل التفكير كله على البيت الثامن على الضغوطات المالية أو الأمور الالتزامات أو الأشياء اللي إلها علاقة ببعض الأقصاط أو الأموال اللي بتعود للشركاء مش إلك أو المطالبات المالية أو الأشياء اللي بتتعلق في هاي الأمور بتظل هم أرقيتك لغاية ساعات العصر تقريبا أما بعد ساعات العصر فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة بالحركة رغبة في البحث عن قاسم مشترك بجمعك وبي أحباك ممكن ترتفع المعنويات والفرص النجاح بتكون كبيرة بتعاود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية بسهل منك خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب أحد معاما معاك وغالما بتكثر الاتصالات الخارجية في الفترة هاي الأمور اللي إلها علاقة في أوراق القضايا أو جلسات المحاكم ما يجي حدا يقول لي معناش محاكم ما إحنا معطلين لا في دول فيها محاكم لسه شغالي أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على مستوى شخصية بتصير أحسن خلال النهار هاد في طاقة إيجابية موجودة بتدعمك بشكل قوي جدا ممكن تشعر ببعض التحسنات أو بعض الإيجابيات تساعدك في بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا كل الأفكار اللي أنت بتفكر فيها بالأمور المالية مع ساعات الظهر بتبلش البشار لهذه التحركات أو للأفكار أو لمساعي قديمة أنت كنت ساعي فيها بتبلش تظهر على الساحة ممكن يكون فيه نوع من أنواع المساعدة أو المعونة خلال هذا النهار أو الإفراج عن بعض الأموال اللي أنت بتعود لك أما بالنسبة للبيت الثالث فبقول لك دير بالك اليوم من النقاشات لأنه اليوم أنت عندك حدية عالية جدا في التصرف وردات الفعل وفي منكم ممكن يتعرض لإصابة أثناء التحركات يعني هو ماشي يضرب بطاولة بباب تتفركش رجله تحتيه فعشان هيك بتكونوا حاذرين أثناء تحركاتكم ممكن يصير فيه نوع من أنواع الأعطال لها علاقة بأجهزة التواصل والاتصالات يعني سيارة أو هاتف أما بالنسبة للبيت الرابع ففي الاهتمام المنزلي لسه موجود ممكن تهتموا بأمور لها علاقة بالبيت بالترتيبات بالتزبيطات تصليحات أو تهتموا في أشخاص معينين داخل البيت أو اجتماع عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضوض ولكن في ساعات الظهر ممكن يصلك خبر يستفزك أو ينرفزك فحاول أنك تمسك عصابك لأنه هو بيجي على شكل تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات في نوع من أنواع الحدية فحاول أنك أنت ما تستسلم لهاي العصبية وتبين قبل ما تور عصبيتك وانتقاداتك أما بالنسبة للبيت السادس فهو نشاط عام بتقدر أنت تنجز فيه كثير من الأعمال المكللة إلك خلال هذا النهار وممكن تدعم عملك خصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا من خلال البيت من الإنترنت أو لسه على رأس عملهم قائمين فهذولا بيستفيدوا من هذه الأمور وستات البيوت من إنجازاتهم داخل بيوتهم فيه اهتمام في الأمور الصحية واضح جدا رح يكون أما بالنسبة للبيت السابع فهو ما زالت الأمور حادة جدا على مستوى الشراكة يعني الشراكة بالزواج أو شراكة بالعمل فهذولا عندهم حدية في الطباع في نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل العنيفة أو الانتقادات حاولوا يمسكوا حالهم قدر الإمكان عشان ما يصير فيه مشكلة من لا شيء حاولوا أنه أنتم تمشوا الأيام هاي على خير وبعديها الأمور بتصير أحسن أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات والبيت التاسع كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت العاشر فهو للأشخاص اللي على رأس عملهم مع المؤسسات الكبيرة فمنقول لهم ديروا بالك من العصبية والحدية أثناء التعامل مع زملائك أو رؤسائك في العمل وحاول إنك ما تخالف القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بالتواصل مع الأصدقاء أو مع العلاقات العامة ممكن أنت تطلب المساعدة من أحد المعارف اليوم أو تتواصل مع أصدقائك نوع من الإطمئنان أو لمصالحة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور ضغط على بيت المتاعب فعشان هيك يبعدك يشعر في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعضلات أو ألام أسفل الظهر أو الصداع أو الأمور اللي إلها علاقة بالصدر كمان مرة من عيدها فعشان هيك يبعدك يكونوا منتبهين خصوصا من الغبار موجة الغبار اللي اليوم موجودة فعشان هيك يبعدك تكونوا حذرين وتتواقوا بشكل جيد وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة برج الميزان طبعا القمر موجود مقابلكم مباشرة في بيت الشراكة وبعدين بدو ينتقل للبيت الثامن فعشان هيك على مستوى بيت الشراكة منقول إنه الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية والعصبية حاول إنك تمسك حالك قدر الإمكان وإن شاء الله إنه آخر يوم بهاي الحدية ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة وبعدين تتحسن الأجواء والقمر رح ينتقل للبيت الثامن اللي من خلاله ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل لحلول مالية أو دعم مالي أو مساعدات مالية وهي المساعدات دائما تيجي من صلة إلى علاقة بالشراكة أو بتعويض ولكن صحتك أو صحت قريب لا إلك بحاجة للرعاية ممكن تفكر في أمور الهلاقة بالمستقبل والراحة والشيخوخة والكبر يعني بأمور الكبر أهم إشي إنه خلال هذا النهار بدك تقدم شوية تنازلات وتتراجع عن بعض الخطوات وعن قرارات سببت إزعاج إلك أو لغيرك أو نوع من العدوات أما بالنسبة للبيت الأول فهو ضاغط عليك نفسيا لأن القمر ما زال موجود مقابلك فعشان هيك يسحب من طاقتك فبتحس أنه أنت ما عندك نفسية لشيء أو عندك نوع من أنواع التردد أو العصبية الدفينة أو حتى في أشخاص منكم ممكن ما يكون عنده ثقة بنفسه في الأيام هاي تهتز ثقته بنفسه يحاول أنه يدعم حاله بطاقة الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإجهبية أهم إش إنك أنت ما تستسلم للوضع النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فقسم كبير من موليد برج الميزان بيرقهم الوضع المالي أو الضغط المالي فعشان هيك هذا يوم حاولوا أنك تمشوه بأي طريقة ممكن يتخللوا خبر معين لمساعدة أو لدعم أما بالنسبة للبيت الثالث في نشاط اليوم عالي جدا بالاتصالات والمواصلات والأمور اللي إلها علاقة بالنقاشات والبحوت والبحوت والدراسة عند الطلاب المراحل الأساسية ممكن الدراسة عن طريق أجهزة التواصل أو التلفزي أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فهو فارغ تماما من الحضود إلا أنه في ساعات العصر ممكن هيك يجيك خبر يزعجك أو يخليك مخربط شوي أو عصب المزاج أما بالنسبة لبيتك الخامس فالأمور روتينية بينك وبين الحبيب ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور على المستوى العمل اللي على رأس عملهم بتراكم عليهم عمل كثير واللي ما بيعملوا قاعدين في البيت يتراكم عليهم العمل ومتأزمين نفسيا من تراكم هذا العمل فيه أشخاص ممكن يتعرضوا لبعض الهزات المالية خلال هذا أو العملية أو المجال عملهم وفيه منهم ممكن يتعرض لأمور إلها علاقة بالوعكات الصحية إلها علاقة بالالتهابات أو إلها علاقة بأشياء إلها علاقة بالمناعة طبعا بالمناعة مش نروح على كورونا لا بالمناعة زيفل وانزر رشح التهاب حلق أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع والبيت الثامن فذكرناهم في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع فهيصير عندك شغف للاتصالات في ساعات الصباح أو الظاهرة بالاتصال بأشخاص معينين خارج البلاد تفقد حالهم أو بصلك خبر بزعجك فبتحاول أنك تطمئن عليهم في نوع من أنواع المراسلات أو الإيميلات أو أشياء من هذا القبيل خلال هذا النهار بيكون نشط جدا عندك أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو للأشخاص القائمين على رأس عملهم ما زالوا يعني ما تأثروا أو ما عطلوا شوي بيكون في ساعات ما بين الظهر والعصر نوع من أنواع الحدية في المزاج فممكن ينفعلوا ويعصبوا على زميل إلهم أو على رئيسهم في العمل بسبب تراكم الأعمال أو تتراكم الأعمال عنده وهو اللي يخالف القوانين أو الإجراءات أما بالنسبة لبيتك 11 فهو مع علاقاتك العام وأصدقائك فهو روتيني تماما ما في أي شيء جديد لا بدعمك لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو اللي بيضغط عليك شوي صحيا عشان هيك حذرنا في البداية ونالك صحتك أو صحت قريب إلك بحاجة للرعاية وممكن أنت تهتم بصحتك أو بأشياء العلاقة بالتغذية والأعشاب أو المكملات الغذائية حاول أنك تراعي وضعك الصحي بشكل جيد خصوصا لعندهم أمراض مزمنة حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة إنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير وريح نفسك مرج العقرب يعني بيتظلوا لغاية ساعات العصر وإنتوا تقريبا مركزين على الأعمال اللي بين إيديك وإنجازها أهم إش إنكما تبادروا بإنجاز أعمال جديدة أو تحطوا على أكتافكم أعمال جديدة لأنه الآن القمر بنتقل مقابلكم مباشرة فهذا بضغط عليكم لأنه بضغط على الطاقة تاعتكم فبتكون طاقتكم ضعيفة فما بتبادروا بأعمال جديدة خلال هذا النهار بس الأعمال الروتينية أو الأشياء اللي أنتوا قادرين على إنجازها خلال هذا النهار أما اللي على رأس عملهم فممكن أنه يجيهم أخبار جيدة أو نتائج جيدة لها علاقة بالعمل وممكن ينجزوا كثير من الأعمال الضرورية المتطلبة منهم ولكن مع ساعات العصر بدهم يديروا بالحم أكثر لصحتهم من أشياء ممكن تظهر فجأة للعامل الصحي زي آلام المفاصل، الركب، أسفل الظهر أو الشد العضلي أو بعض الالتهابات بوسعكم برضو هذا النهار أنكم تعززوا شراكتكم أهمش تدير بالك من الانفعالات لأنه بصعب التفاهم معك ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها من أثر عصبيتك أو نقاشاتك الأجواء إجمالا متوترة ممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة أهمش أنك تكون صبور وما تتذمر وتعرف أن الفترة هاي فيها نوع من أنواع خلو والحضوض أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور يعني النفسية مش كثير قوية خلال هذا النهار متقلبة إيجابية وسلبية تذذبذب بين إيجابي وبين سلبي طول النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية عند الأغلب بتأرقهم من الضغط المالي أو الالتزامات أو صعوبة المالية أو أشياء لها علاقة بالدفعات والتراكمات والجدولة في ساعات الظهر ممكن يجيك خبر معين يساعدك في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على أمور الاتصالات والمواصلات والنقاشات في عندك سرعة بديهة عالية اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وفي منك رح ينشط في أمور إلها علاقة بالدراسة وخصوصا الأطفال بنشطوا في أمور الدراسة المنزلية أو الإلكترونية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد لأنه تقريبا بتتصلت الأنظار كلها على البيت فعندك إنجازات كثيرة على مستوى البيت ممكن تنجز كثير من الأعمال الموكلة إلك اللي إلها علاقة في البيت من ترميمات وتصليحات أو تزبيطات تغيير ديكور أو ممكن الاهتمام بأحد الإخوة أو الجيران أو الأبناء أو الأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت الخامس فهو فارغ تماما من الحضوظ وحتى على الوضع العاطفي إنت شوي في عندك نوع من أنواع البرود العاطفي أو ردات الفعل أو الحساسية من الحبيب من تصرف معين فعشان هيك أنت في عندك نوع من أنواع الحدية في التعامل معه أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن برضو بركز على الأمور المالية فمنعرف أنه الأمور ضاغطة بشكل كبير فأنت بتحاول أنك تجد مخرج أو مساعدة معينة أو عن طريقة معين حاول قدر الإمكان أنك تمسك عصابك وما تثور وما تعصب يعني حاول أنك أنت تصبر ممكن يجيك اليوم خبر معين في نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم النشاط عالي جدا على أمور الاتصالات البعيدة والدراسة ثقافة جديدة لغة جديدة أمور إلها علاقة بالأفلام التاريخية أو الأفلام الخيالي العلمي أو الأشياء اللي بدها النشاط الذهني عندك قدرة على تواصل وإرسال الرسائل والإيميلات بشكل عالي جدا اليوم بالعكس حتى صيغك للكتابة بتكون عالية جدا في منكم ممكن يهتم في أمور إلها علاقة ببعض الأشياء أو الأوراق القضائية وفي منكم ممكن يهتم في أشياء إلها علاقة بالسفر مش شرط أنه بده يسافر ولكن يهتم في أمور إما التصالات لأجل السفر أو العمل الخارجي أو تأجيله أو التواصل مع الجهات المعنية عشان الظروف القائمة أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأمور خالية تماما من أي ضغط إيجابي أو سلبي إلا أنه في ساعات العصر الأشخاص اللي على رأس عملهم من برج العقرب ممكن يحتدوا ويعصبوا من تصرف معين أو كلمة معينة فيتثير حفي ضدهم أما بالنسبة لبيت 11 اليوم عندكم نشاط عالي جدا بالتواصل مع الأصدقاء أو بعض الأصدقاء إما للمساعدة أو طلب معونة أو حاجة معينة فعشان هيك اليوم إيجابي على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلى مستوى الأصدقاء سبدي يجي واحد يقول لك العلاقات الاجتماعية ما إحنا قاعدين في الدار وإن بدنا نشوف الناس إحنا لا هو ممكن تتواصل معهم هاي برضو علاقات اجتماعية إسمها أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور هي اللي ضغط عليك صحيا ونفسيا اللي هو بيت المتاعب فعشان هيك يبطلب منك الأمر أنك أنت تكون عقلاني شوي راقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول أنك أنت تأخذ الأشياء دائما خصوصا بوضع الضغط هذا بعين الاعتبار كل شيء ما تخليها أشياء عرضية اهتم بصحتك اهتم بأغذيتك اهتم بمكملاتك الغذائية إذا أنت بتأخذ حاول تأخذ قصد كافي من الراحة ما ترهق نفسك والأمور إن شاء الله بتصير بخير هي بس ضايل يومين هيك وبعدين الأمور إن شاء الله بتتحسن بشكل إيجابي برج القوس يعني من الآن لغاية ساعات الظهر تقريبا بكون عندك قدرة عالية جدا على إنجاز كثير من الأعمال الموكللة لكم وحتى لو إنها تراكمت هاي الأعمال أنت بتقدر تنجزها خصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم عندهم طاقة عالية جدا اليوم لإنجاز كثير من الأعمال وحتى يقسم منك رح يهتم بالحبيب أو الاتصالات فيه أو تفقده خلال هذا النهار يعني أمور إيجابية أما في ساعات العصر يعني هنا بتصير الأمور إنه بتكت نظموا جدول غذائكم بتكت نظموا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهدك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي ممكن يصير فيه نوع من أنواع القلق المهني ولو أني أنا شايف أنه مش قلق يعني ما فيها التحذيرات الكبيرة عليه ولكن أنا بقولك أنه اليوم ممكن يجيك خبر إلو علاقة بالوضع المهني أو بالعمل خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم يعني رح يجي أشياء مهمة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه النفسي اليوم برضو مرتاحة أحسن من قبل فيه نوع من أنواع الثقة بالنفس عالية جدا ورغم الضغوط والعمل النفسي اللي بضغطك من بيت المتاعب إلا أنه الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور إذا ضغطت الأمور عندك بتنضغط هي أمور مالية أو الالتزامات أو بعض الالتزامات فعشان هيك حاول أنك أنت ما تضغط حالك وما تراكم المصاريف عليك أكثر حاول أنك على يدك تفكر ما تحاول أنك تفكر بمساحة كبيرة على أساس أنه ما ترهق حالك أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الحركة والنشاط والاتصالات والدراسة والرياضة واللياقة الجسدية كلها هاي أمور جيدة وبتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن تناقش وتثبت وجهة نظرك وممكن تصوخ لشيء معين خلال هذا النهار بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الرابع وضع البيت شوي في نوع من أنواع الحدية فيه ممكن بعضك يكون في عنده مشاكل أو ضغط أو كثرة الالتزامات عليه المنزلية شوي بتأرقه أو كثرة الأعباء والأعمال المنزلية العطال، تصليحات، ترتيبات، الاهتمام العائلي بظل هاي الأجواء بأرق القوس بشكل كبير هو القوس معروف أنه هو برج حركة ما بيستسلم بسهولة للجلد، للقاعدة ولكن إجا وقت أنه في ظل الظروف هاي أنه يقعد في البيت فهذا مأرقه بشكل كبير ومفرفت روحه أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا هو وسائل البيت السادس كما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فيه نوع من أنواع الضغط على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ففيه ممكن تصير أي مشكلة ما بينك وبين الشريك تحتد لتصرف أو لكلمة فاتور عصبيتك لأتفهل أسباب حاول أنك تمسك حالك قدر الإمكان وما تعصب ما فيه إشي مستاهل أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم كثير من النشاطات إلها علاقة بالدعم المالي فممكن اليوم يجيك خبر معين أو تسمع خبر معين إلى علاقة ببعض الدعم أو أموال إليك بترجع لك أو أشياء إلها علاقة بدعم شراكة أو تعويض ممكن تجيك على أي باب من هاي الأبواب أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا بقول أنه روتيني رغم أنه فيه إيجابية ولكن بميل للروتينية أكثر فيه فعشان هيك الوضع للبيت التاسع بالنسبة للدراسة والاتصالات البعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد بتكون مقصورة على أشخاص معينين مش على الجميع أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي على رأس عملهم ما زالوا يعني بيشتغلوا مش جالسين في البيت هذولا أكثر ناس خصوصا في المؤسسات الكبيرة هذولا أكثر ناس اليوم بنجزوا أعمال وممكن يكافؤوا على هذا الإنجاز أو يجيهم نوع من أنواع المديح على إنجازاتهم بتعاونهم مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور ضغطة على مستوى العلاقات العامة والأصدقاء فعشان هيك في نوع من أنواع التوتر عندك أو العصبية أو إنك حاسس إنهم خذلوك في شيء معين فمحتد ومعصب أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف الأمور حادة جدا عندك على بيت المتاعب عشان هيك أهمش إنك ما تتوسوس وما تترك الأمور الخيالية إنها تسيطر عليك أو خيالك يشطح فيك لأبعد اللي عندهم أمراض عضوية يهتموا في حالهم يأخذوا قصد كافي من الراحة ينتبهوا لغذاءهم وراحتهم بشكل كبير برج الجدي طبعا القمر كان موجود أو موجود ما زال في بيتك الرابع عشان هيك الإهتمامات كانت كلها على مستوى البيت اليوم بصير الوضع روتيني على مستوى البيت لا إيجابي ولا سلبي يعني بتهدأ الأمور نسبيا بصير الإهتمام أكثر بعد ساعات العصر أو عند ساعات العصر بالأمور العاطفية التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعك ممارسة نشاط فني أو أدبي أو أشياء لها علاقة بهذه الأجواء باطمئن بالك نسبيا بتجد حليف بدعم تصوراتك أهمش إنك ما تستسلم كرر المحاولة بترغب في استكشاف مناطق جديدة بتميل لأمور العلاقة بالبحث عن أشياء العلاقة بالسفر أو عن دول أو عن حضارات أو أشياء العلاقة برواية معينة خيالية أو أشياء من الواقع اللي بيعطيك بتكتشف فيه ثقافة مجتمع الجو ورح يكون رومانسي وناجح وممكن يكون فيه نوع من أنواع القلق على أحد الأحباء أما بالنسبة للبيت الأول فالعامل النفسي ببقى ضاغط عليك شوي ولكن تتحسن الأمور بشكل جيد طيلة النهار في ساعات تقريبا ما بين الظهر والعصر ممكن تحتد أو تنزعج لأمر معين فتهمل نفسك حاول أنك تعيد ثقة لنفسك وما تستسلم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنت بتفكر اليوم في أشياء العلاقة بالأوراق المالية أو الالتزامات أو المشتريات حاول أنك ما ترهق حالك كثير وما تشتت نفسك في أكثر من شيء مع بعض ركز بوحدة ووحدة وبتمشي الأمور رتبها بشكل جيد بتترتب الأمور يعني الضغط المالي هذا ممكن يجيك خبر معين لمساعدة أو لحل أو ممكن تجد شيء يبتعلق في هذا العمر بساعدك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم أنت مزاجك صعب في النقاشات والتحركات أيضا وبدك تدير بالك أثناء التحرك من الإصابات يعني وأنت في البيت هيك بتتحرك تروح إلا أنت ضارب في طاولة متعرقل رجلك تحتيك تفركشت وأنت طالع من غرفة يضرب كتفك في الباب تسكر على أصبعك الباب أشياء من هذا القبيل يعني حاول أنك تركز أثناء الحركة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على إزاي ما ذكرناها في بداية التوقعات البيت الرابع والبيت الخامس بعدين من يجي للبيت السادس اللي هو بيت العمل فيه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الموكلة لإلك حتى لو كانت أعمال منزلية مش شرط أنك أنت قاعد في البيت يعني فيه أعمال منزلية وفي منك اللي على رأس عملهم بيهتموا بأمور عملية ممكن ينجزوا أعمال مهمة في منك ممكن يهتم بأمور صحية أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه ما زالت الأمور على مستوى الشراك المالية والعاطفية فيها نوع من أنواع الحدية حاول تمسك حالك وما تنجرف وراء العصبية وردات الفعل لأنه ممكن تخسر شيء ما تقدر تعوضه في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو فارغ تماما من أي حظ أو سلبية فعشان هيك الأموال المشتركة يعني ما في عليها أي شيء سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور جيدة على أمور الحلاقة بالاتصالات الخارجية أو مع أشخاص خارج البلاد أو مراسلات أو إيميلات أو بحوث دراسية أو الأشخاص اللي بالجامعات ممكن يهتموا بأمور بحثية أو دراسية أو علمية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف اللي على رأس عملهم رح ينضغطوا كثير خلال هذا النهار فممكن أنه يتوتر ويعصبوا ويتور المشاكل ما بينهم وبين زملائهم أو رؤسائهم في العمل أو ممكن أنهم يقصروا بعمل معين فبدهم يتحملوا العواقب حاول أنك ما تخالف القوانين وما تقصر بأعمالك مهما كانت الظروف أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على مستوى العلاقات العامة هي صحيح لا إيجابية ولا سلبية ولكن أنا شايفها بمنزلت الجيدة وبتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار ممكن تتواصل مع أحد الأصدقاء وممكن تطلب العون في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعم فهو اللي ضغط عليك وبتجيب لك بعض الأوجاع اللي إلها علاقة بأمور نقص المناعة زي الرشح والفلونزة والأمور اللي من هذا القبيل أو التهابات اللواز وفي منكم ممكن يشعر في بعض ضيق النفس أو بداية للتحسس أمور برضو تحسسية صدرية أو عيون أو أمور اللي لها علاقة بالركب وأسفل الظهر فعشان هيك بدكوا تراقبوا صحتكم بشكل جيد حاولوا أنكم تريحوا حالكم ما تجهدوا حالكم كثير راقب غذاءك وخذ قصد كافي من الراحة برج الدلو طبعا من الآن ولغاية ساعات الظهر تقريبا بتظل عصبيتكم موجودة في حدية في طباعكم في نقاشاتكم ممكن يتعرض بعضكم لإصابات أثناء الحركة يتتفرقش رجله يضرب إيده في باب يسكر على إصبعه ممكن يختلق مشكلة بسبب سوء تفاهم أو يفهم غلط فتصير عنده ردة فعل عصبية يثور وبعدين ما يعرفش يتراجع يلاقي حالو أنه بدل ما يكحلها يعورها فبدهم يكونوا حذرين من هاي النقاط لأنه سلبية رح تكون البيت الثالث أما بعد ساعات العصر بنتقل لبيتها كالرابع القمر فعشان هيك الأمور بتصير روتينية تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى البيت الرابع ممكن أنه شوي يكون فيه نوع من أنواع إدخال تعديلات مطلوبة على ماسكنكم أو على الروابط العائلية أهمش أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة إلى من يحتاجها أما بالنسبة للعامل النفسي البيت الأول فعشان هيك النفسية والشخصية اليوم روتينية إلا أنه في ساعات العصر ممكن تحتد شوي فهذا الإشي يضغط على نفسيتك وعلى عصبيتك أما بالنسبة للبيت الثاني فما زالت الأمور المالية هي المأرقيتك خلال الفترة هاي في نوع من أنواع التفكير في الأمور المالية أو الحلول المالية أو الفوترة أو المشتريات أو المصاريف فمأرقيتك ممكن يجيك خبر في ساعات الظهر أو عند ساعات العصر يعزز هاي النقطة عندك أو ينفيها ويعطيك نوع من البشار أما البيت الثالث والرابع فذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس في نوع من أنواع الحدية في التعامل مع الحبيب حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان ما تتوتر وما تنفعل وما تعصب لأن الأمور شوي فيها طابع عصبي وعنيف عشان هيك بدك تحذر خلال هذا النهار من أي سوء تفاهم ممكن يصير بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد أنك أنت اليوم عندك نفسية بتقدر تنجز أو تتفشش في أعمال معينة أو تنجز بعض الأعمال خلال هذا النهار ممكن الأعمال هاي منزلية أو إذا أنت كنت شخص على رأس عملك يعني ما تأثرت بالعطلة أو مثلا ممرض أو طبيب أو شغلة زي هيك ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال الممكن اللي بإلاء إلك وممكن تهتم بأوشؤون صحية أما بالنسبة للبيت السابع فع مستوى بيت الشراكي في نوع من أنواع الحدية في الطباع والعصبية فممكن تنفعل وتعصب من أي تصرف أو من أي سوء تفاهم ممكن يصير حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان وما تثير المشاكل بينك وبين شريكك بالعاطفة اللي هو الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن يجيك خبر بمساعدة إلها علاقة بالدعم المالي أو بعض المساعدات المالية أو تقدر ترتب أمور إلها علاقة بالالتزامات المالية اللي ما بتعود لك لبعض الأشخاص وممكن بعضك يجد إشي كان فاقده أو ضايع منه بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فعندك عصبية عالية جدا اليوم في الاتصالات الخارجية وحدية وممكن يجي خبر من بعيد يزعجك أو يوترك أو تشعر بخيبة الأمل من ورا هذا الخبر أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور على مستوى العمل اللي على رأس عملهم في ساعات ما بعد العصر أو عند العصر تقريبا ممكن يصير شيء يزعجه فيحتد بالعصبية ينفعل فيصير فيه ردة فعل ما بينه وبين أحد الزملاء أو رؤساء وبالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور جيدة على مستوى العلاقات والأصدقاء وممكن يكون فيه نوع من أنواع التباحث أو الاتصالات يعني أو المساعدات منك إله أو هو منه لا إلك يعني مساعدات مشتركة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك بشكل كبير خلال هذا النهار فحاول قدر الإمكان أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول لأنك تدير بالك على معتك وجهازك العصبي من التوتر لأنه هي نقطة ضعفك خلال هذا النهار اللي عندهم أمراض مزمنة بدهم يحاولوا يديروا بالهم ويتواقوا ويأخذوا قسط كافي من الراحة ويلتزموا بأدويتهم وبراحتهم برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الثاني رغم هيك في نوع من أنواع الأفكار المالية أو الضغطات المالية أو يعني محاولة إيجاد بعض الحلول أو بعض الدراسات للأمور المالية أو الفوترة أو بعض المشتريات الضاروية بتأرقك فعشان هيك بتزيد العبع عليك بالناحية مالية حاول قدر الإمكان أنك ترتب أمورك بشكل جيد ممكن في ساعات الظهر يجيك خبر يسعدك شوي أو يفرج عن الضغط هذا الموجود عندك شيئا ما في ساعات العصر طبعا بنتقل القمر لبيتك الثالث عشان هيك بتنشطوا في الدراسة والتنقلات خصوصا الأشخاص اللي بقدروا يتنقلوا ويطلعوا من البيت ممكن يكون عندهم كثير من الحركة خلال هذا النهار والأشخاص اللي ما بقدروا بصير نشاطهم على مستوى البيت في نوع من الأنواع الاتصالات أو الدراسة أو البحوث أو الأشياء اللي إلها علاقة بالتعامل مع أخ أو جار أهم شيئا أنك تكون عنصر إيجابي وما تسبب النفور لمن حولك تفهم الآخرين وابقى هادئ ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية كرر المحاولات السابقة وما تستسلم حاذر من السرعة ومن سوء التفاهم أما بالنسبة لبيتك الأول فبقولك أنا أنه نفسيتك اليوم متقلب جدا في عندك حدية في الطباع عالي جدا والعصبية عشانك حذرتك في البيت الثاني والثالث حاول أنك تمسك عصابك وتشحن حالك بطاقة إيجابية بأي شكل كان أما بالنسبة للبيت الرابع فالبيت الرابع يعني بدعمك بشكل جيد على مستوى البيت فيه نوع من أنواع التفاهم وفيه نوع من أنواع الراحة المنزلية بعض الأعمال أو الإنجازات بعض الاهتمام بأمور الهلاقة بالترميمات أو التصليحات أو الترتيبات بتهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما على مستوى العاطفة وعا مستوى الحدود فلا فيه إيش إيجابي ولا إيش سلبي التعامل بكون بسيط أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد للأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن ينجزوا كثير من الأعمال المكللة لهم أما الأشخاص اللي في البيوت فبينجزوا أعمالهم من خلال الاتصالات والمواصلات والهاتف الهاتف أو الاهتمام بأوراق عمل أو بمشاريع أو بعض الأفكار اللي بحاول يطبقوها على أرض الواقع في منكو ممكن يهتم بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فشايف الأمور جيدة على مستوى أمور الشراكة المالية والعاطفية ولكن برضو بنتابك في ساعات الظهر نوع من أنواع العصبية أو ردات الفعل العصبية ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة ولكن عصبيتك ممكن تخرب الأمور كلها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على المستوى المالي برضو بتأرقك فعشان هيك بتحاول أنك تجد بعض الحلول أو المساعدات أو الدعم لتحسين الوضع الحالي اللي أنت فيه ممكن تكون فيه بوادر في ساعات الظهر لخبر معين حاول أنك تقلل من مصريفك وترتب أمورك بشكل عقلاني بدون عصبية وتهور أما بالنسبة للبيت التاسع فبعضكم بكون عنده بعض النشاط الفكري أو البحثي أو الأمور الدراسة أو الاهتمام بأمور سياسية أو دينية أو فلسفية ممكن تكثر الاتصالات عند البعض مع أشخاص خارج البلاد أو المراسلات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم بيقدروا ينجزوا كثير من العمال خلال هذا النهار بالمساعدة أو بالمشاركة ما بينهم بين زملائهم ورؤسائهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني ولكن في ساعات الظهر أو العصر يعني بين الظهر والعصر حاول تمسك أعصابك من ردات الفعل اللي ممكن تعصب على أحد الأصدقاء أو أحد المعارف بسبب موقف أو كلمة أو تصرف امسك أعصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب اترك الوساوس وحطها جانبا اللي عندهم أمراض عضوية هم هذولا أو أمراض مزونة حاولوا قدر الإمكان يمسكوا حالهم ويراقبوا غذائهم ويلتزموا بأدويتهم ويأخذوا قصد كافي من الراحة ما في داعي لا للمغامرات ولا للمجازفات لأنه يعتبر تهور في يوم زي هذا اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء